السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم مسائل التقويم للوحدة 12 الطاقة الحرارية منها لدولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2016-2017 بتقرأ المسألة مرة 2-3-4 بتحدد المسألة من أي وحدة دراسية بتلاقصها إلى معطيات ومطالب ثم بتختار المعادلة المناسبة للحل قال لختم المعادن في مصنع تنتج 2100 جول من الشغل في كل مرة تختم بها قطعة معدن افترض أن الشغل يغير فقط الطاقة الحرارية الداخلية للمعدن وتغمس كل قطعة مختومة بعد ذلك في قدر ماء تبريد كتلته كم مقدار الزيادة كم مقدار الزيادة في درجة حرارة القدر والتي تحدث في كل مرة أو تحدث في كل مرة تغمس فيها قطعة من المعدن المختوم يعني دلتا تي ووتر بدأنا من الفرض اللي افترض هو في السؤال دلتا يو عبارة عن م دابليو كتلة الماء في الحرارة النوعية للماء في التغير في درجة حرارة الماء ويسوي لـ 200 جول التغير في درجة حرارة الماء يسوي 200 جول على م ووتر في سي ووتر أيضا تعتبر هذه مسألة الاختيار من متعدد يتأكد من الحساب 2 1 0 0 تقسيم نفتح قوس 3 2 ضرب 4 1 8 0 من سكر القوس وتسوي 0.01569 فقربت لها 16 من ألف درجة سيليزية وفي رعاية اللاخ لا تنسونا من الدعاء ترجمة نانسي قنقر